في برنامج مصار كورونا نستضيف مصاباً بفيروس كورونا واليوم معنا من كوبنهاجن المصاب بفيروس كورونا نصري الطويل سيد نصري أهلاً وسهلاً بك ونتمنى لك الشفاء العاجل لو تحدثنا عن تجربتك مع هذا المرض ويبدو أنك في اليوم الثالث عشر منه مساء الخير جميعاً وشكراً على الاستضافة الكريمة الحقيقة اليوم 13 صحيح من بعد التحليل الفيروس انتقلت عن طريقة كنت عميش تغل بسوبر ماركت الحقيقة وبلشت أعراضه يعني بقحة ناشفي سعلي ناشفي كثير وكثير كان درجة الحرارة تتقلب عندي وعرق جسمي يعرق يعني بشكل أني مش عارف ليش الحقيقة فشكيت بأمر كثير والشيف معي بالشغل قلي أنه خلينا نطلع نروح على المشفى نحنا ثنائتنا نعمل التست فأني طلعت النتيجة عندي بوزيتف إيجابية وهو نتيجة سلبية ونحنا ثنائتنا سوا كنا مع بعض فأني ألزمت حالي بالحجر المنزلي ألزمت حالي بالحجر المنزلي والحمد لله يعني قضت عخير الحمد لله طيب كلمنا نصري عن ما هي نوعية الأدوية التي كنت تأخذها هل كنت تتابع مع طبيب أم لا وكيف كانت استجابتك على هذه الأدوية يعني هل استجابت بشكل طبيعي أم أنه لم تكن الاستجابة يعني كما هو متوقع أو مامول الأدوية بالنسبة للأدوية أنا ظلتني بس عباخذ بانادول إكسترا خمسمية استامول ما أخدت أول شي كنت عباخذ إيبو متين ففيها نسبة إيبو بروفين وقفت دغري في دكتور صديق من درعة قال لنصري وقفه هذا ما بناسبك لأنه كنت يعني مع عدم الاططلاع على الأدوية المناسبة أو غير المناسبة وهذا الشي خلاني صرت يعني أخرى أكثر عن الأدوية فكان استامول هو أفضل حل لأنه في حالي من الحالات في النوبي باليوم الإدعش يعني من يومين اجتني نوبة سعلي قوية وبعضيها صرت حس بتنميل بجسمي فقط بجهة اليسار وثقل بالحركة فحكيت مع المشفى إيجوا الإصعاف وأخذوني على المشفى عطوني إبري قالوا لي أنه بصير فيه تخثر بالدم بدك تنتبه يعني بدك تاخذ ستامول من شان تميع الدم طيب لماذا لم تبقى في المستشفى نصري لماذا فضلت اللجوء إلى المنزل بالمشفى الحقيقة يعني في حالات كثير يعني مستوها عالي وخطيرة وبالمشفى العناية يعني عبتكون يعني يلا قايمين باللي عندهم الحقيقة فبالمنزل يعني أنا دائما مؤمن عندي أنه فيه دائما مشروب سخن عندي أنا ملتزم بحالي ملتزم بنظافة البيت عندي فحجر المنزلي أفضل بهك حالي من الروح على المشفى أو الواحد يقعد بالمشفى طيب هل أنت بتتبع مع طبيب نصري وماذا عن الاختبار الثاني يعني هل أجريت اختبارا ثانيا لتتأكد من شفائك أم لا المتابعة كانت عن طريقة شخص هو مرق بحالة كورونا كمان كان حامل الفيروس وتعرض للشفاء يعني الحمد لله على سلامته هذا الشخص كثير ساعدني كان يلقني يعني بالخطوات اللي بدأت صيبني أو شو بده يصير معي وكنت عم بتابع على يوتيوب بفيديوهات لدكتور بريطاني كنت تابعه دائما بس بالنسبة للتنفس بحالة إجت النوبي شو الواحد بده يتصرف كيف لازم يتصرف ألف سلام عليك يا رب وبالنسبة للهوني أحكى معي الدكتور أكثر من مرة يعني كانوا كل فترة يقولوني أن احنا بعد خمسة أيام بدنا نحكي معك بعد يومين بدنا نحكي معك وانا اخترت الحجر المنزلي فكانوا يحكوا معي ويطرحوا لي أسئلة يعني شو الأعراض اللي عبت وهني قالوا لي بالنسبة للتست الثاني للتحليل الثاني أنه إذا حالتك أنت لقيت حالك أفضل ومع دعا بتتعرض جسمك يعني للتعرق للسعلي لذيق التنفس لوجع الراس لحالات الإسهال اللي كانت تصيبني فما في داعي للتحليل وأنه هني يعني كمان عنا حرية الاختيار أنه كمان إذا بدك فيك تجي تعمل تتأكد منشان تكون يعني تتأكد مية بالمية نصري ما وصيتك للناس الكثير يعتبر أنه هذا المرض بعيد عنه ويتهاون في أخذ الاحتياطات ما نصيحتك لكل من يستمع إليك الآن؟ أكبر خطأ أنه المرض مش راح يتعرض لحده المرض بده يمر على الجميع الحقيقة والوقاية يعني مثل ما بنقول نحن درهم وقاية خير من قمطار علاج بتأكد الوقاية يعني الواحد بس يعني يلتزم بالبيت عن جد الالتزام بالبيت حتى لو كنت بالشغل يعني لا تحك عينك أنا الحقيقة اللي صار معي حكيت عيني كنت لابس قفزات كنت لابس الكمامي وكنت بس حكيت عيني بكمة وهذا الشيء بالليلتها انتبهت أنه عيني صارت تلتهب صارت حمرة حمرة تطلع هيك يعني على المرأة يشوف عيوني حمر فهذا السبب أنه المرض بده يمر على الكل فالوقاية الواحد يلتزم قلة الازدحام قلة الخلطة مع العالم هذه النصيحة الوحيدة يعني القدمة للعالم والالتزام بس الوقاية خير من العلاج شكرا لأنك لفتة لنا نصري لهذه النقطة أنه الإصابة قد تكون من خلال العين لأنه بعض الأشخاص يتخيلون أنهم من خلال السعال فقط أو الكحة بهذا هم بعيدين عن الفيروس لكن يعني هذه الطريقة أيضا يمكن الإصابة بها نتمنى من الجميع اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة في هذا الإطار شكرا جزيلا لك ونتمنى لك السلامة نصري الطويل المصاب بفيروس كورونا من كوبانعاجن